أطلق عليه ولي العهد الدائم كما ولقب أيضاً بالحرباء المثالية القادرة على التحول لتحقيق رغبة الحكام إنه سرغي شويغو وزير الدفاع الروسي يعد سرغي أحد الأذرع القوية لبوتن فهو مهندس حملة ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 كما أنه المخطط الرئيسي للاستراتيجية العسكرية الروسية في سوريا وكان له دور بارز في دعم الانفصاليين المواليين لروسيا في منطقة دومباس وينظر إليه على أنه من بين الرجال الأكثر وفاءً لفلاديمير بوتن وقد تسلق سلم المناصب خلال الأعوام الماضية ويعتبر شويغو أحد الأعضاء القلائل في الدائرة الأولى للسلطة الذين كان لهم نفوذ كبير تحت حكم بورسيلتسن في نهاية التسعينيات وتحت حكم بوتن فهذا العضو السابق في الحزب الشيوعي بدأ مسيرته السياسية في نهاية الحقبة السوفيتية ليصبح عام 2012 وزيراً للدفاع لكن من دون خبرة عسكرية وهذا الأمر ليس نادراً في عهد بوتن الذي ظل حريصاً على إبعاد كبار الضباط ذوي الخبرة العسكرية عن هذا المنصب ولكن شويغو يفتقر أيضاً إلى خبرة الأجهزة الاستخباراتية على عكس العديد من المقربين من بوتن وتم تعيين شويغو بمنصب وزير حالات الطوارئ في عهد بورسيلتسن وفي مطلع القرن الحادي والعشرين تحول هذا الجهاز إلى دولة فعلية داخل الدولة إذ أصبح يضم أكثر من 350 ألف رجل وشرطة متخصصة جاهزة للانتشار لدى وقوع أبسط حادث على الأراضي الروسية كما أظهر الوزير نشاطاً بالغاً إذ لم يتوانى عن التنقل إلى مسارح الأحداث ما أكسبه شعبية واسعة ولقب بولي عهد بورسيلتسن ولكن فلاديمير بوتن هو من تولى السلطة عام 2002 ولا يبدو أن سرغيشويغو شعر بالاستياء بل وضع نفسه على الفور في خدمة الرجل القوي الجديد في الكريملن وترأس على وجه الخصوص حزب روسيا الموحدة نيابة عن فلاديمير بوتن من أجل ترسيخ قبضة الرئيس على اللعبة السياسية الروسية وتعد الميزة الأساسية للرجل بالنسبة لبوتن قدرته الفائقة على التحول من أجل تحقيق رغبات الحكام وهو ما أدى لنجاحه في كسب ثقة بوتن وهو ما دفع البعض لتلقيبه بالحرب المثالية